نجريو نيشو نتيريو نغتصو تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي اهلا وسهلا ومحبا بكم معنا ببرنامجكم ولدي اسبوعي سبوع طاعم على قناتكم M24 حلقة ستتنائية بمناسبة الدكرة 25 لإعتلاء صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر والله العرش لأكيد بلادنا عرفت العديد من التطور في المجال الرياضي ولهذا الشأن معنا خابير في المجال بروفيسور عزيز دودا سعزيز أهلا وسهلا نهار كبير هذا شكرا سي مرادة للصدافة بكل باقي غير مواشاك فوالي تتجي هتناس الجيراش قليا بتنجي عنك ومتقنين بأننا غنستفدو كتير من حضور ديالي شكرا سعزيز غادي نمشو نيشان كما قلت لك لعنا 26 دقيقة نتعلك عارف الكنسابت ديالبرنامج هاد المرة هدي ما كانش الفلاشباك حتكين بزاف المسائل اللي غادي تقال ونبغي ونستفدو منك سؤال الأول سعزيز واش الرسالة الملكية ديال الصخيرات ديال 2008 كانت البداية ديال هالتغييرات كلهم ليشناها أو لا كانوا مؤشرات قبل من ذلك كانت واحد الفاصل نبين مرحلات في الأحسنة نساونا في الأحسنة سيدنا الله ينصروا من البداية كانوا نتائج كبيرة في العرب القواف ورياضات كذا وكانت نفس الوقت كانوا نكاسات وكانت إشارات مالكية كانت شنوح العدد ديالتجهيزات الرياضية كانت استقبل الرياضين والشحون في أكثر الإنجازات اللي كانوا حقه كانت بعتبر رسائل الرياضيين وكانت تحصل الشرف أنه تم قرأهم كانت يجول العدائين كانت فيهم إشارات كانت فيهم عبارات حقا دالة وهذا شيء كله تجمع في الرسالة ديال 2008 اللي كانت في الواقع كنت طلبناه شيء مكتب خبرة يديرنا شيء حاجة شيء مكتب خبرة كبير اللي فيه بصح وبارا ما غير يديرش حسن من هذه الرسالة صراحة كانت نظرت خبير وتبانت ذلك الرسالة أن سيدنا كانت يعرف كل شيء على الرياضة المغربية يعرف الخبايا ديالها وأعبر عليها بواحد صراحة حتى أن بعض الكلمات كانت تتبين لأنه أعبر عليها بمرارة صراحة لأنه تتقرأ الدباجة ديالها وتتشعر أن سيدنا كان بغي التغيير في المجال الرياضي أولا أوضع واحد دياغنوستيك ولا ماتيلة لها على الرياضة المغربية وكأنه مارسها كرياضي وكمدرب وكمسير وكأني تعرفها كلها ثم أعطى أفكار ثم أعطى استراتيجية حقا نرى هذه الرسالة للناس والجامعات اللي خدوا بها رأهم اليوم نتائجهم تحسنات وتحسنات بكثير وتحسنات في حل هذا ديال المجالات وانخارطنا في واحد المسلسان اللي هو حقا تشرف في المغرب وفي طرف وجيز تقريبا ديال واحد سبعة ثمانية ديال السنوات تغيير تغييرت المعالم ديال الرياضة المغربية على جميع الأوجب سعزني تتكون عيش مع السبورتيف ديال سبورتيف ديال نيفو شنا باش تشعروا باش تشعروا بذلك من انت تكون تتكون تتكون كومينيكاسيون تليفونيك من انت تكون رسالة هكذاك موجهة بالاسم بال بالإكس بروالي اللي دال هده هذه السبورتيف انت تدعيشتها تقريبا قلت لك هذي كنت تتسنو تباتي كل إنجاز تتكون الميدالية ولا رقم ولا كذا ولكن في الواقع التي تتسنو هي ذلك الرسالة الملكية أو ذلك الفاقر نحف كنا بعد الخطر تكونوا بواحد المناطق شوية بعاد وشوية كذا وتجيك واحد الفاقر مقعم سيدنا الله ينصروا تجيه الاسئلة بنينا كذا السيد كذا كذا البطال كذا وحد العبارات أبوية وعبارات يعني تتحس بها تعبير باسم جميع المواطنين تتحس بها وحقيقة العدائي اللي حصل لي الشرف نسيرهم في ذلك الفترة كانوا كلهم يعني إلا كانتش حاجة اللي تفتخروا بها هي الرسائل الملكية والأوسيمة طبع كلهم إلا تقسيتهم غير تقولوا شنو حصل لك الميدالية ولا لويسام حقيقة إنها كانتشتغلوا من أجل هذا الويسام هذه الميدالية والذلك اللقاب كان فقط طريق باش يتلقوا تهاني مع السيدنا باش يوصهم سيدنا وباش يستقبلهم سيدنا صح من بعد المسائل هذه الشخصية تتحس بهم ما زال جاتوا عبتاني كما تقولوا فرنسي يجبون دوبال ديفور أو لا صدير تقول صافي أنا هذه الفيناليتي ديالي وذلكش على حساب الشخصيات وعلى حساب الأفراد ولكن عامة عامة لدق ذلك النشوة ديال العناية المالكية وهذا الرعاية ديال المالكية ما تيبغيش يخرج منها تيبغي بقاي كمار تيبغي باش كلها مراغ صح يعطي يعطي الزجل هدرنا على لالية قوية الرسالة المالكية ديالسخيرات 2008 هل خريطة الطريق واش بنسبالك تحققت عدة مجالات تحقق منها الكثير أولا نعترفه أن المسائل التي كانت تخص الحكومات والحكومات المتتالية تنجزت تجهيزات الرياضية يعني تنتقلنا من وضع إلى وضع حقا كان وحد العدد ديال الرياضات ما عندهمش تجهيزات الكفاية مثلا كانوا خصص كبير في القاعات خصص كبير في المسابيع خصص كبير في الملاعب اليوم تقريبا ما نقولوش ما بقاش الخصص ولكن سدينا واحد طرف كبير من ذاك الخصص اليوم تتمشير بعض المناطق التي كنات نعتبرها معمر الرياضة ما تتوصل لها وتتلقى فيها قاعات وتتلقى فيها نتعاش للرياضة اليوم لدينا فرق الفوليبول في الراشدية يعني المغرب تغير تغير من هذا الباب ديال المشاريع اللي على إترها تحت الواحد العدد ديال المنشآت الرياضية كذلك فيما يخص في الرسالة كان واحد إلا بغنا اللخصوها اللخصو المنظور ديال سيدنا الله ينصروا فيه ثلاثة ديال الجوانب أساسية الجانب اللول هي الجوانب الترعية والقانونية ونحن شفنا كيف اشتغيير القانون للتربية البدنية والرياضة 2030 2009 يعني اللي جنب بعد تكريس الرسالة ومن بعد الدستور دستارات الرياضة في المغرب ونحن دون دول القلائل في العالم اللي كلمة الرياضة تتورد في الدستور لدينا بمعنى أن الدستارات يقولون التزامات التزامات الحكومية ولكن كذلك حق من حقوق الإنسان المغربي هذا حق مكتسب بالنسبة المواطنين المغربين أنه حقه في الممارسة الرياضية إذن هذا يفرض الحكومات والجماعات وكذا أنهم يقوموا بالواجه بلهم فيما يخص تجهيزات فيما يخص تأطير فيما يخص وهذا الجانب بالتجهيزات بالخصوص عرف نقلة نوعية لا بالنسبة لرياضة النخبة ولا بالنسبة الرياضة للجامعة اللي سننسمها الرياضة الجماهيرية لأن اليوم سنشوف الانتشار الملعب في المغرب بواحد طريقة حقا فيما قاشق تقريبا ما تتشوف في الرباط تتجول في الشوارع الكوبرات تتدوز حد شي حادقات تتلقى عدد الاجهيزة بالمجان هنا إشارة المواطنين هذا كله تكريس لهذا الاستجاب النيداء الملكي اللي كان في هذا وراحظنا بأن تال الخصوص تالو بخيفي تالو انخارط تالو انخارط وفي الواقع رأي صناعة الرياضة رأي صناعة رأي صناعة رأي واحد استهلاك كبير رأي واحد شوف بلما نذكر العلامات التي تتتبع في المعدات الرياضية للمغرب ورأي في واحد الازدهار كبير يعني إلا مشينا ندخل لأي محل للرياضات مكتب بالناس تشير الأمتاع هي صناعة وفي نفس الوقت رأي صحة العمومية رأي الدرجة اللولة في أي منظمة صحية هي الحركة البدنية الإنسان التي تجد الحركة تجد في عدد المشاكل التي ترى في الصحة دهنية أو الصحة البدنية الرياضة والنمؤ سعزيز شوف واضح أن الرياضة كروسانس تأمباكت الرياضة عندها وقع على المؤشر للتنمية في جميع الدول وكلما كانت الممارسة كثيرة منتشرة كلما كان نتيج الداخلي الخام في النمو وعنده نسبة كبيرة مثلا في المغرب تنقدره حسب هذا 1 إلى 1.5% في النتيج الداخلي الخام ولكن بالإمكان نوصل به 5 6 7 8 10 لأن نحن بقي في طريق النمو وبقي المؤشر بقي نشتغل عليه كثير بحيث أن لجينا نشوف العدد الممارسين في الجامعات الملاكية المغربية وقليل جدا 350 ألف قليل لك ولكن خرجنا لدى المنتزهات ومشينا المحلة لكل إنسان المغربي يمارس في الرياضة والقاعات وكذلك تلقون الناس كثير بمعنى أن الوعي الممارسة الحركة البدنية لا شك تأثير على الاقتصاد دين البلد سوف نكمل معك في هذا الانغل ولكن قبل نرجع للغويال كان كثير تحقق أو لا كان تحقق أعداد المجال كان كان أشخاص كان مقصودين ولكن مع الوقت لا تريد دعم وهي في رسالة الماركية سيدنا الله ينصر استعمل واحد العبارة واضحة واضحة العين إلا من رحمة رب يعني قصد بها ما قصدش بها أشخاص مؤيانين ولكن قصد بها واحد النوع الممارسة واحد النوع مع الأسف واحد العدد الناس اعتبروا أن رسالة ماشي لهم وجهة وجهة الجار كل شي ما حتى قلتها لكم وهذا بشفنا في بعض الرياضات عرفنا نقلة نوعية وفي البعض بقينا رضخين ما لووزهم رياضة وتعليم هنا عزيز داودا عنده نظرات 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 خاصة نظرات من بطقة من تكشل اللي علمنا الله سبحانه وتعالى تكشل اللي قرأنا اللي فهمنا في مجال الحركة البدنية هي الرياضة المدرسية ناجحة في دولة وحدة يعني هي المنتج الأساسي لنتجة الرياضية واللي هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة المنظمة الرياضية مرتكزة على الجامعات التانويات والجامعات بالخصص ولكن هذه المنظمة الوحيدة في العالم التي تتفوق هذا لأن العقلية الأمريكية تتمشى مع هذه المسائل هذه المفهومة مع الأسف ما كانش مناطق في العالم وعندها ما كانش تماما ما نتصوروش مثلا واحد المستقبل قريب أن جامعة من الجامعات دينا ستكون أبطال في هذا المستوى تقول البرامج الدراسية التي تقيلها بزا في المغرب تتحول لأن الطفل والشاب يكون لديهم الوقت لأن يمارس نحن لا تنقب تدري في المدرسة من 8 أصباح للسلعشية وتنصف بشكر عمر بالدفور يعني تقول ما تدير موسيقى ما تدير رياضة ما تدير ميكانيك ما تدير شي هواية عنده رسم ما ترتاح من هذه حاجة يعني أخصنا هذه المسألة أولنا أخصنا نراجعها ثانيا ما أخصنا لأن الرياضة الدراسية في الأساس رياضة الانيسياسيون ودير الانيسياسيون ودير الانيسياسيون يعني تتقب التلاميذ تخصون يدوزون عدد الرياضات على حساب السنين اللي غيروزون في التناوي بالخصص في التناوي وتم يكتشفون وتم يمكن توجهون وتم يمكن هذا ولكن خصنا الاساسي التربية البدنية يكونوا كذلك في مستوى المسائل ويكون عندهم مرتباط بالرياضة المدنية بالانديا وكذا الشيء اللي ما بقاش حادث اللي كان في السابق المغرب كانوا تقريبا المدربين في المغرب جميع الأصناف الرياضية كانوا أساسي التربية البدنية عندهم تكون اليوم معظم هم جاي من طريق خورا مجايش عن تتعليق التربية البدنية والأساس التربية البدنية ولو بحال الفلسفة ما نسميها الرياضة الدراسية نعيد فيه النظار ونرده أقرب المتطلبات العصر ولكن أقرب كذلك لما نبغى أولادنا خاصة في هذه المجالات الإبداع إلى فرضنا شي حاجات طرحنا تنعون بولو تنقدرون نخلقوا شي حاجة عكسية ولكن إذا أشجعنا أولادنا على ممارسة رياضات حديثة مثلا الدخول في التعليم وفي الرسالة الملكية يره ورده سيدنا يطالب المسؤولين الرياضيين لكي يفتحوا المجال للرياضات الجديدة لكي أولادنا يقدروا يمارسوهم واليوم في الألعاب في البريك دانس يعني يجبنا نفتحوا هذه المسائل ولكن يجبنا توجد الرياضة الذي أقرب الحركة بدنية في المدرسة التي أقرب في الممارسة الرياضية من المسائل الخرى ولدتنا على حسب المواهب وعلى اختيارات لهم يريد للعب الكورة في المدرسة لا يريد البسكتبول لا يريد يعني ضرروران لأن في السابق كان لدينا التربية البدنية كانت مادة من مواد الباكالورية كانت امتحان في الباكالورية تندوز مادة التربية البدنية اليوم ما بقعتش مادة التربية البدنية إذن إلا ما كانت مادة ملزمة حيث ما بقعتش في الباكالورية ملزمة في السنوات كلها إلا في الباكالورية إلا ما بقعتش مادة ملزمة حسن تقول لي مادة دي الترفيهية ولا مادةش حاجة ولكن بممارسة يعني خاصة تكون في المقرارات لازم تكون ماشي غير بالهواية تكون بالهواية دي ولكن ملزوم عليك تمارس واحد العدد دير السبع ونخفو شوية من البرامج الدراسية هنا فيها نقدر نوسع القاعدة لتنقلب عليها بذاتك ولكن هنا عاو تاني ركين واحد الإشكال في الرياضة زمان حتى إلا حدود 60-70 كانت القاعدة هي توسع القاعدة في القاعدة باش يكون عندك ممارسين كتار ولكن الممارسة في المستوى العالي جدا بينات على أنه ماشي هذا هو الطريق ممكن أن هذا يكون طريق ولكن هذا الطريق تضيع فيه الوقت وإمكانيات كثيرة لأن دبالإحصاءات تقول أنه يكون واحد طفل مهوف 10 ألف يعني تصور إلا بغينا 10 الرياضين خصنا 100 ألف دي الممارسين إلا بغينا 100 الرياضين يعني دي تتبان غير معقولة اللي خص هو نحلقو مجالات باش نقدرو ننقبو ولكن كنت تنقيب اللي غير دي تكسيون تكون خبارات أو تاني اللي عندهم كده بحسب الرياضات بحسب كده إلا ما بقاوش نتادرو باش شي وليد شي نهار يكون دايز ويدبلو واحد نادي ولا شي عائلة مش تدات ولدها الواحدة الرياضة مزيان العائلة لي تدات ولدها الواحدة الرياضة كمش تدارو لهذا غير يصبح باطل بينما راي ممكن داك لده في الشارع وما في خبار راي ممكن عندك هيلات ويقدر يقول لي باطل يعني خصنا نديرو لابروفوكاسيون عالش اللي كنت نديرو فأناها بالقوة السابقة سأزيز كرتي ألعاب أولمبيا نديرو واحد وقفة مع دريس عموريب غير شيعطينا آخر نتائج باريز 2024 منافسة الألعاب الأولمبية مستمرة وأنظار العالم صوبة بشكل كلي نحو العاصمة الفرنسية باريس لقيت نفسه فيها 72 بلد نحو المجد الأولمبي الموقع رسمي للألعاب الأولمبية وضع الصين إلى حدود اللحظة في صدارة أكثر البلدان متوجب 52 ميدالية منها 21 دهابية 17 فدية 14 برونزية والسباحة هي أكثر اختصاص توج في الصين بواقع 12 ميدالية الرتبة الثانية كتحتلها الولايات المتحدة التي توجدت بـ 75 ميدالية منها 19 دهابية 29 فدية 27 برونزية حصة الأسد حضابها اختصاص صباحة كذلك بـ 28 ميدالية أما الرتبة الثالثة فكتحتلها أستراليا 32 ميدالية 18 منها في صباحة كذلك في المقابل كتحتل الفرنس الرتبة الرابعة بـ 45 ميدالية بفرق ميدالية ذهبية واحدة على أستراليا دورة باريس الحالية عرفت تحقيق بعض المفاجآت بحيث نفتح العالم بأسره على دولة صغيرة اسمها السنتلوسية المتواجدة في بحر الكري بعد فوز بطلتها جوليا الفريد بسباق 100 متر وليجعلها كتحتل بلقب أسرع إمرأة في العالم وبخصوص مشاركة أبطلنا المغاربة فرهان مزانم الصوب صوب المنتخب الوطني المغربي إضافة إلى بطلنا سوفيا البقالي في سباق 3000 متر ومن سوشحة البطلة نوران نادي لتأهلت نصف نهائي صباق 400 متر حواجز شكرا دريس عموري نذكر بأن سبورت تايم اليوم وهي حلقة استثنائية بمناسبة الدكرة 25 لأتي لأ صاحب الجلال الملك محمد السديس نصر والله العرش ولكي نتشمل شحة الخطر حالي بغربا ايكزاكتومو ايكزاكتومو كلمة على 2024 باريس اللعب الأولمبي قبل من نكمل عامة 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 حسن فروق عامة نتابقوش نعقب على النتائج ونقولوش مزيان أو خيبة اللي مزيان مزيان واللي خيب خيب ولكن خصنا نفهمو على أنه في بعض الرياضات يمكن ما عقبنا شرص الخيط وفي الرياضات أخرى الحمد لله هذه مزيان عارفين عارفين فين بغير نوصله وهذه مهمة بزاف كنا قبل من الوقفة دينا مع سيدريس عموري هدرنا على رياضة والتعليم بعد المرة تبلينا كما تنقولو الكونسطة واضح هشنو اللي تخلي المسؤولين ما ينطبقوش تنهدروا على لغة كونتينو هادش كل شيتي هدر علي هشنو اللي لم يتمكناش باش نديروا هاد المرحلة هادية عقليتنا شوف احنا روح تشعب قديم بزا واحد البلاد قديم ممتاج الديرة صحيب التغيير فيها صحيب يعني في جميع المجالات احنا وحد الناس تنقولوا مثلا محافظين أو تنقولوا كده لأن التغيير ما تنقبلوه إلا بشوية بشوية تدريجي صحيب علينا نأخذه بعد الإجراءات أن تتبنى تتبنى فيها خطورة أو تتبنى فيها واحد النوع من المغامرة مثلا بروش نغامروا بينما الحياة الحديثة دي القرن 21 تتفرض علينا واضحة لعيان أنه المناهج الدراسية يجب أن تتراجع ونشبهم الله أن الوزارة تتقول أننا أخدم في هذه المجالات ونتمنى نشوفوا النتائج للعمل دغياء أخذنا استعمال الزمان اللي تنقولوا مثلا واش باقي نقدروا أولادنا يدخلوا المدرسة في تمليهات الصباح ونقدروا نقوشين عسودا في الليل صح علش ما يدخلوا في تسعود ويكونوا ويكونوا بروديكتيف أتي راكين واحد المسائلية تتبن بسيطة ولكن خصنا نرعيها خصنا تعليمنا يقول لت يواكب القدن 21 اليوم عندنا مدارس جامعات في المستوى العالي جدا ميليتان هدروا مثلا على 336 يعني شوف يعني يعني بشوف أن ميليتان بغيروا نديروا شي حاجة ولو أن فيها الجراءة الكبيرة تنديروا وتنجحوا فيها وتنجحوا فيها ميليتان تشوف الأقصام التمييز اللي عندنا والوليدات اللي تنجحوا في جرون كونكور عبر العالم يعني بمعنى راحنا قادرين نديروا هذا النماذج اللي هي أنا شخصة تعمم صح البيانية تحتية ريادية هدرنا عليها عرفت واحدة انتعاشة كبيرة عرفت انتعاشة كبيرة وقيت لك من ناحية الجودة دي المشاءات اللي ستسمارس فيها النخب ولكن كذلك بالنسبة اللي قلناها قبيلة دي بالنسبة العموم الناس اليوم تيمكن المغربية خرج في الحومة دي لقى واحد الملعب ويمارس فيها ولدات ويمارس فيها وتلقى فضاءات خضراء راح في الرباط اليوم تقدر تمشي من لوداية حتى الصخيرات في نفس طروط ونقي ومقاد ومصوب مزيان بالضو دي 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 بالأمن دي يعني تقريبا معناش معناش لك الحر بزاف إلا في واحد الفترة معين وقصيرة في السنة ومعناش واحد برد بزاف إلا واحد الفترة علي خلال طال السنة تقدرون مارسو تقدرون تدربو تقدرون ودرا كانت من المزايا اللي عند الرياضة المغربية أنك ماشي بحل لك تعايش في النجليز ولا عايش في السويد ولا عايش ولا في كندا في اللي خسك واحد الشهور ونتما خسك لا بد القاعة ولا بد كذا الرياضين تتمرنوا هنا في المغرب كانوا الصينيين يتجوا عندنا سعدائين كبار تمرنوا معنا في المغرب كل شيء المؤشيرات تدفع الممارسة نريد نسخسك مواطن المغربي عنده ضور في هذا الجانب هذا السعب أولا عنده ضور في الحفاظ على هذه المكتسبات اللي دارتها بلادنا رأى فلوسنا رأى إجرام رأى إجرام لا يوجد حق الملعب رأى في حقنا كاملين لأنه لتبنوا ذلك الملعب رأى الضرائب مجهود ومجهود المهندسين رأى مجهود هذا يقوم به وإنسان يقبل أنه يقوم بالمجهود ويأتي يدمره هذا شيء صحيح باسم المغرب لا تقوم معنا تملغو معه لأنه ملاعب في المستوى العالمي ما زالنا قبله أنه يدخل شيء واحد وهي كرسي وهي رسو ليس معقول يعني أولا الحفاظ على هذا الشيء مثلا الملاعب بالقرب وذلك رأى ديور لولدتنا إذا جاء شيء واحد يدمر فيها أو شيء حجر رأى تيقس تيقسنا كاملين يعني بالأساس نفهمه لأنه المنشآت العمومية رأى مجهود رأى دينا كاملين ما لعبد القرب وذلك شيء ولكن في نفس الوقت إنسان المغربي يوعى والحمد لله رأى هذ الوعي يكتار وأنا تنفرح بيانا من أن نكون خارج وتنشوف النساء تجري في الصنقاء وتتمشى تنفرح تنقول كين هذ الوعي بالضرورة ديال الحركة البدنية حت في السابق زمان هذي القرون ولا هذي عشرات السنين كانت الحياة هي ساعة عناء جسماني كان البلاد يخرج يسقي يخرج يحرط يضرب العطلاء يمشي إلا كانت يخدم في غرشات يضرب واحد تمار كده كده اليوم رأى كثير الناس يخدم قلصة بينما الجسم فيزيولوجيا يتحرك ما يناهي سبعة الكيلومترات في النهار ثماني وعشرين بعد مرات ساعة يمشي الكاميرون اللي بغان رحبا ينتدي معي الكاميرون ولكن ما تلبلوش يضرب ديكت لما عرب نتفهم علش قلت مني وعشرين سي عزيز كان نمشي للميسيون الكاميرون بطولة افريقيا وكان مشاكل وطري تلين تمشي وسي عزيز عنده من نهاية أسبوع لقى ثماني وعشرين كيلومتر الإقضاء فهذاك سمحلي يعني نفهم على أنه الصحة ديانك واحد فرادة ستحتم علينا ندير الحركة البدنية اليوم دي عدد الناس يكبروا يصير واحد لها ويبدو عنهم مشاكل ويقل تحرك تكون فات الفوت شوية سترقع بدأك الحركة ولكن فات الفوت إلا مين هاتش عنده وليدتنا ما خصناش بقي نشوف شي وليدك ما كانت حالته إنه في المدرسة ممارش خصنا في أماكن العمل خصنا الشركات الكبرى المشآت الكبرى تكون مرافق والحمد لله بدأت ندخلنا بمشيت البنك كبير في الدار البيضاء وعجبني الحال فلوسياج كينا واحد القاعد الممارس هذا يتعمم لنا مسألة ضرورية للصحة للمواطن والإنتاجية قبل كان علاقة مع الاقتصاد علاقة كبيرة الإنتاج الإنسان تزاد يجب أن يكون فصحة جيدة والرياضة تتساهم باش الحركة البدنية بالخصوص تتساهم باش يكون فصحة جيدة بمعنى المواطن مسؤول من البداية للنهاية مسؤول على المنشآت الرياضية يحافظ عليها ويستعملها بدكاء ومسؤول كذلك على الجسم دياله باش ما يخليه فروك قبل من نقف في الفقراء دي الكستخاطا سؤال الأخير السعزي كما قلت دايما نستفدو مع بروفيرسور عزيز داودة كأس إفريقيا للأمم في 2025 كأس الأعلام في 2030 واش نقدرون نحلمو بالألعاب أولمبية في المغرب علش الله كين في إفريقيا كلها كين ثلاثة أو أربعا ديالدول اللي بتقدر واحد النهار تترشح تظهر لأقرب اللي منترشح الألعاب الأولمبية هو المغرب لعدة أسباب أولا المشاعة الرياضية الموجودة الإمكانية إحداث قرية أولمبية وذلك موجودة لأننا البنية تبارك الله تنعرفوه وتنعرفوه زيان يعني قمت واحد الحي جديد عاد بنيتي تترش يتدير من ناتراتي قمت بني واحد الحي الناس تكون شارع المنشآت الحمد لله اليوم متواجدة في المستوى العالي شنو خاصنا رح ندرنا الألعاب الأفريقية واشترنا شيء موشك ندرناهم بواحد بنجاح كبير وكانت الربعة وخمسين دولة أفريقية حضرة أول مرة في تاريخ الألعاب الأفريقية حضرت ربعة وخمسين دولة بمعنها شنو ندربو هذك شي الألعاب الأفريقية اللي عاد ندبرنا تنظر عليها مهدرتش على المتوسطية العربية وكان حيث ندبرناهم في الثمانينات ولكن هذو اللي ندبرنا دبا في 2019 يعني مؤشر على لنا قادرين باش ندبروا الألعاب الأوليبية حبي سعزيز وحن دروح لوقفة في الفقرديان أكستر طايم ونتلقوه كاليبا الأخير أهلاً وسهلاً مراد ومرحبا بضيفنا الحلقة اليوم على بركة الله بداية الفقراء ستكون مع تركي يوسف ديكيرش اللي حقق أول ميدالية في تاريخ تركيا في الأولمبياد في الرماية علش بالضبط ستكلموا على يوسف لأنه بساطة مقاطع دياله أثناء الأولمبياد قد تفعل كبير بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والسبب هو أن يوسف كيشارك بدون عتاد لوجيستيكي كبير كان قصد أنه كيشارك بدون نظارات أو سدادة أذن ومن فوق كيبير بديه في الجيب غريب أنا شخصيا بل يابني عنده ثقة في النفس عالية وبرودة أعصاب وبالمناسبة يوسف رفقد زميل تحق ميدالية فضية في هذه اللعبة دائما في أجواء ألعب أولمبياد باريس وهذه المرة مع لقطة جميلة وإنسانية لعب المنتخب المغربي الأقل من 23 سنة إليس أخو ماج وهو كيوزع الماء على بعض المشجعين اللي حاضرين باش يدعموا الأسود طيلة مشوارهم في الأولاب عاجي نوريكم دبا حب وعشق كرة القدم في الممكن أنه يؤدي بالبعض مننا هاد الكوبل اختاروا أحسن بلاصة يحتفلوا فيها بحفل الزيفة في ديرهم وسطه تفات الجماهير وعلى ساحة الملعب عرس في سطاد وعرس في المدراجات الختام سيكون مع هاد المقاطع الجميلة الأطفال ما كيتجوز عمرهم ثلاث سنوات ولكن شغفهم بالرياضة كيف مما كنقوله منذ نعومة الأدافر وصلنا الختام الفقرة طالوا شكرا وشكرا كذلك عزيز داود نخليك كلمة الأخيرة ما هذا البرمج ما تزيدو فيها الشوية ضياد فينا الموضيف عبر على نتمنى السعادة اللي عايشين فيها في هذه الدكرى اللي حقا ما تنظر ليش كان شيء مغربي ما تتأثرش في هذه الدكرى 25 سنشوفو فينا كنا وفينا نقول لنا الأشواط اللي قطعنا في جميع المجالات ضربنا النتيج الداخلي الخام دينا في ثلاثة دي حقا معجزة اليوم عنا التجابة عنا المطارات عنا الموانئ تنصنعوا الصيارة تنصنعوا الطيارة وش كان شيء مغربي هذي 20 عام ورحمة 20 عام كانت تصور أنه وش نهار هتتكون يعني حلم كان عند واحد الناس بعض الناس وعلى رأسهم سيدنا اللي نصروا والحلم دياله وخدمت تحق أمامه وحنا في البداية فقط سعزيز شكرا شكرا ومرة أخرى خسنا نجيو مازال نكملوا الحديث طويل على رياضة فننسوا النتائج وننضروا على رياضة ولي بغي بروبليم ديال نتائج غدر فيها وليس اكزاكت مواتشي لك انتي يكونوا غير بغي فوان بخي تاكس شكرا كذلك لتقام التي صار لأعداد البرنامج نتلقى تين جاي ان شاء الله ونعود ونكملوا ونوصلوا انتي جياز قتمت لكم هذا البرنامج الرياضي